مرصد أفاد الحقوقي الذي أكد أن السلطات في العراق أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003 إذ تم تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلا لذويهم خلال شهر أيلول الماضي بعد إعدامهم شنقا في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد وأضاف المرصد أن الإعدامات شملت نزلاء اعترفوا تحت التعذيب كما أن إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم ودون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم بينما تظهر التحقيقات أن رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد وقع على إعدام المعتقلين بناء على توصيات وضغوطات سياسية من جهات طائفية وبعضها من ميليشيات مسلحة رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقا وبحسب المرصد فإن غالبية الضحايا من محافظات صلاح الدين وديالا والأنبار وبغداد ونينا وغبابل كما أن قسما من الذين تم إعدامهم تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة حكومة نور المالكي التي عرفت بطابعها الانتقامي والطائفي وتحمل العديد من المنظمات والمراصد الحقوقية رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وحكومة السوداني مسؤولية المجزرة التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن خمسين معتقلا حيث كانت فترة رشيد حافلة بإعدام العشرات الذين وقع على تنفيذ الحكم بحقهم متجاهل الدعوات من منظمات حقوقية وإنسانية أكدت وجود عشرات الأبرياء الذين يوقع رشيد على إعدامهم منذ تسلمه المنصب قبل أكثر من عامين